أتشيلي أعلنت حالة الطوارئ بعد نشوب 18 حريقا يوم السبت هذه النيران أتت على 80 ألف هكتار مهددة المنازل والمزرعات والمصانع في العديد من القرى والمدن أكثر المناطق التي طالتها نيران هي بومانك التي تبعد 140 كيلومترا جنوب العاصمة سانتياغو هذه الحرائق أججتها موجة من الحر الشديد المترافقة مع رياح قوية وأعلن أرون كافياراس رئيس هيئة الغابات أن الحرائق تسبب بها بشر لكن لم يتم تحديد ما إذا كانت قد أشعلت عمدا